بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد الذي له كل المجد الابد امين وصلنا الى الاصحاح العاشر من رسالة الرسول بولوس الى اهل روميا الاصحاح العاشر فيه فكرتين اساسيتين الفكرة الاولانية اللي اخدت من اول الاصحاح لغاية العدد الرابع تاني هو متألم من اجل الشعب اليهودي لانه لم ينال الخلاص الذي في المسيح يسوع ولكنه هنا هو بيأتي على القضية بطريقة مباشرة وواضحة وصريحة قال ايه بقى قال انه اللي اعطي لهم في العهد الاديم عن التبرير بواسطة الشريعة ظلوا متمسكين به وغيرين عليه ولكن بالاسف الشديد ان هذه الغيرة ليست حسب المعرفة ومن ثم فعدد تلاتة بقى فقد جاهلوا كيف يبرر الله البشر وسعوا الى البر على طريقتهم فما خضعوا لطريقة الله في البر وهي ان غاية الشريعة هي المسيح الذي به يتبرر كل من يوم هو متألم من اجل اهل اليهود لانهم لم يدركوا البر ولكنه وصف حالتهم بما سيكونوا مفيدا للفهم لهم ولكل الاجيال هم ناس عندهم غيرة والغيرة مؤسسة على الشريعة اللي استلموها من موسى النبي والغيرة مؤسسة على التمسك بما هو القديم الذي سلم اليهم ومع هذا فان هذا التمسك بالقديم خلاهم يجهلون ما هي مشيئة الله اللي اعلنها في المسيح وعشان كده هذا مثال جيد جدا لكل المتدينين على سائر العصور انه التدين بتاعه مبني على موروسات سلمت له من الناس اللي قبليه والناس اللي قبليه بيقولونه انها سلمت من الاقدمين وتمسكه بهذه الموروسات اللي ورثها عن الذين سبقوه مش اادر يوصل لادراك الحق وهو مش قادر يشوف ان الموروسات اللي عنده غير قادرة على ان توصله للحق ليه لانه الغى عقله ما بيقرنش ما بيفكرش ما بيميس ما بيقولش هو انا وصلت ولا ما وصلتش الغى اعمال العقل والغى التفكير نهائيا تحت بند التعصب لما هو قديم وما هو مورث له وعلشان كده ده بالضبط حالة الشعب اليهودي انه النموس اللي معاه واخده من موسى النبي ومتمسك به وعنده غيرة عليه ولكن لم يعمل عقله في انه يسأل نفس السؤال اللي الرسول بولوس طرح في الرسالة الى رمية هل نجحت الشريعة انها توصلني الى البر والحياة اللي فالله ام لا لم يسأل نفسه طب دلوقتي فيه واحد اسمه بولوس الرسول والناس اسمهم المسيحيين عملين يبشروا بالمسيح وبالانجيل هل افكر اشغل عقلي هل الكلام اللي بيقولوه عن الانجيل قابل للتحقيق وهل الناس الذين امنوا بالانجيل نالوا ما لم استطيع انا ان اناله حتى يبرهن هذا على الرسالة بتاعت الانجيل لا ما بيشغلش دماغه ما بيحاولش يفكر ما بيحاولش يفهم ما بيحاولش يقارن ما بيحاولش يقارن الحالة الروحية والفهم والاقتراب من الله اللي التدين بتاعه لم ينجح في انه يوصلوا ليها مع بشارة الايمان مثلا ومن ثم فناس كتير جدا اغلقت عقولها عن الفهم وبهذا الاغلاق عن الفهم تمسكوا بما عندهم ولم يدركوا النور عشان كده هو قال بقى للمؤمنين فيه ما بعد ايه لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الله فما هو تعريف الغفاء هنا هو انه انه مش عارف يفهم مشيئة الله ويهي اللي مش ميخليه عارف يفهم مشيئة الله انه مش مش قادر يعمل عقله و يفكر في اللي بيسمعه ولكن مقيد جوه الافكار الاديمة يعني دلوقتي احنا بننزل فيديوهات تقريبا اربع مرات في الاسبوع وبعض الناس بتبعتلي تعليقات و و افاجأ ان شخص بعتلي تعليق على الفيديو لا يوجد كلمة واحدة في الفيديو على الكلام اللي هو بيقوله الله يعني انت ما سمعتش الفيديو او سمعته وما فهمتش او ما فكرتش في ايه اللي بيتقال انبال التعليق جايبه من جايبه من الكلام اللي اخرين الهوله جايبه من النقد اللي اه اللي تعلمه من اه متدينين اخرين فما تعلمه قافل ذهنه بدرجة انه بيقول كلام مش موجود في الفيديو خالص ات 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 اتقفل على المعرفة وت اتقفل على القبول طب ومين اللي خسران اللي خسران اللي تقفل لانه مش هيدرك النور طب والصح ايه الصح انك تقارن تشغل عقلك تشوف التدين اللي انت فيه نجح انه يوصلك الى البر يعني يغير حياتك بصحيح ولا التدين اللي انت فيه لم يوصلك الى شيء واللي فيك فيك واللي في قلبك في قلبك يشغل عقله ويقارن ويقيم هل الكلام اللي بيتقال ده له معنى يتفهم به ولا لمجرد انه هو متناقض مع ما سمعاه من الاخرين يبقى اقفل عليه الخاسر في الحقيقة هو اللي بيقفل عقله اللي مش هيقدر يدرك رسالة البر اللي جياله فيه بشارة العهد الجديد ده الجزء الاولاني من الكلام في الاصحاح العاشر اما الجزء التاني فهو بيتكلم بقى عن جزئية مهمة جدا وهذه الجزئية هي العبارات اللي قالها لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص واكثر من مرة اسمع من الاخوة والابناء الاعزاء انهم يقولوا لي دا الانجيل بيقول في الرسالة الى رمي او كتاب الاعهد الجديد الكلمة قريبة منك في لسانك وفي قلب اي كلمة الايمان فاذا شاهدت بلسانك ان يسوع رب وامنت بقلبك ان الله اقام من الاموات نلت الخلاص وده كلام الانجيل نعم ده كلام الانجيل ولكن المؤسف هنا هو انه القراءة السطحية اللي قام بيها ناس هواه لم يدرسوا الانجيل دراسة متخصصة ومن خلال منبر الهواه استطاعوا انهم يقدموا للناس مفاهيم غير دقيقة وغير منضبطة على تعليم الانجيل ايه بقى المفاهيم نمرت واحد هنا هو بيقول ان امنت بقلبك السؤال الاول ما هو تعريف الايمان والسؤال التاني ما هو تعريف القلب ليه لان ما يحدث ماذا انه انه بيقولك ما هو الايمان اه تقوله ما هو الايمان يقولك انك تصدق هل انت مسدق ان المسيح مات لاجلك اه انا مسدق وانت مسدق من قلبك اه من قلبي خلاص انت خلصت اعترف بفمك ان يسوع المسيح رب فاذا اعترفت بفمك وانت سدقت فانت خلصت وبالشكل ده اه يقول الشخص ان هو مسدق و مآمن من قلبه يعني ايه من قلبه يعني من عطفه يعني من مشاعره يعني ايه من قلبه هو لم يعرف يعني ايه من قلبه ولم يعرف الايمان تعريف صحيح وبعدين ييجي الشخص تاني يوم اللي قال له مبرح انك خلصت ويقول له انا متغيرتش مشاعر ان انا خلصت ولا حاج كل الضعفات اللي بتحاربني هي هيها في حياتي وانت قلتلي انك خلصت لا اوع تشك لا تشك في قلبك انت امنت والانجيل اهو يقول كلام الانجيل اهو يقول انك ان اعترفت بفمك وامنت بقلبك خلصت لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به الخلاص فانت ما تبنيش ايمانك على الشعور ابني ايمانك على كلمة الله بس كلمة الله ما قالتش اللي قلته حضرة المبشر انت لم تدرس كلمة الله وعلمت الناس تعليم مختلف عن كلمة الله وانبرهن على الكلام ده بقى وانقول واحد ما هو الايمان الايمان ليس هو التصديق هذه خدعة لا مكان لها في الانجيل من افكار البشر الايمان هو قبول المسيح واحنا جبناها منين جبناها من انجيل يوحنا الذين قابلوا اي المؤمنين باسمه اهو تعريف المؤمن اهو مش اللي صدق لكن تعريف المؤمن اهو الذين قابلوا فكلمة ستسدق خدعة لا اساس لها من الانجيل ولكنها موجودة فقط في ازهان وافواه هؤلاء الهواه من المبشرين اللي ما دققوش النظر في كلمة الله الحاجة التانية ما هو القلب القلب هو العواطف من المشاعر انا بحبك من قلبي ما تعريف القلب فيه في العهد الجديد يعني ايه ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان ولكن الذي يخرج من الفم ينجس الانسان لانه من القلب تخرج افكار ايه بقى القلب اللي بتخرج منه الافكار ما هو القلب القلب ليس المشاعر القلب ليس الانفعلات القلب ليس العواطف مال القلب هو ايه القلب هو جوهر الانسان طب وانت فسرت الماء بعد جهد بالماء طب انا بقولك انا من جوايا مؤمن بالمسيح انا من جوايا هم سدق هذا الجوهر اللي هو القلب ايه المعيار اللي يقيسه واللي يكشفه واللي يعبر عنه ليس الانفعلات ليس العواطف ولكن القلب هو الحب فييه بقى ان امنت بقلبك يعني ايه بقلبك بقى يعني احببت الرب وقبلت ولا يمكن انه حد يحب الرب الا بالروح القدس لان محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعتى لنا يبقى مدام مدام الروح القدس اخترق كيانك فده معناه انك قبلت الحياة تبقى خلصت وعلامة انك قبلت الحياة وان الروح القدس دخل الى قلبك انك بقيت بتحب الرب قبلته وانت تحبه يستطيع واحد انه يرد علي ويقول له يا سلام ده انا بحبك يا رب ده انا بحبك من كل قلبي والانجيل حيرد عليك ويقول لك يا اخوتي لا نحب باللسان ولا بالكلام بل بالعمل والحق والرب حيرد عليك في الانجيل ويقول لك من يحبني يحفظ وصي شفتوا قد ايه الخداع في التعليم في استخدام الكلمات والتعريفات ان انه عرف الايمان بانه التصديق مع ان الايمان بالمسيح هو قبول المسيح وعرف القلب بانه الانفعالات العاطفية مع انه الارادة العميقة التي اختارت ويتبرها اختيارها بالمحبة يبقى يبقى دلوقت لما يبقى واحد انسان قبل المسيح بالايمان بالمعنى اللي شرحناه ويعترف من قلبه بالمعنى اللي شرحناه يبقى ده خلص ولا ما خلص خلص مية بالمية لان البرهان اهو انه قبل قوة الحياة اللي في الروح القدس وان قوة الحياة هي التي فاضت بالحب في قلبه يبقى النهاردة عايزين نقول بقى احنا بعض التعريفات عشان نفهم ونتعلم انا اعرف ازاي اني انا خلصت ولا ما خلصتش واعرف ازاي ان الامان اللي امنته ده وصلني لقبول المسيح وانه ايمان القلب ولا مش ايمان القلب ليست العلامة ان تشك او لا تشك لكن العلامة اسمعني كده كويس واحد ان تحب الرب من قلبك اتنين ان في الوقت اللي فيه انسكبت محبة الله في قلبك بالروح القدس تلاقي نفسك ان تكره الخطيئة وتنبز الخطيئة تلاتة ان تصير علامة حضور الروح القدس واضحة فيك الا وهي فرح الروح القدس يبقى اللي يقول انك خلصت او ما خلصتش التلات علامات دول اللي يقول انك امنت من قلبك ولا امنت من ذهنك ولا تقليد للوقفين وان الشهادة اللي طلع من فمك هي من القلب حسب تعليم الانجيل ام لا هي علامات حضور المسيح وقبول الروح القدس ان تحب الرب وان ترفض الخطيئة و ان تمتلئ من فرح الروح القدس هدي العلامات بقى التي لا يمكن للنفس ان تزيفها ولا يمكن للشيطان ان يزيفها واللي مبنية على كلمة الله لان دلوقتي ان اعترفت بفمك ان يسوع رب وتعترف ازاي بفمك ان يسوع رب ازاي ازاي تقدر تعترف بفمك ان يسوع رب از لم تقبل الروح القدس لانه لا يقدر احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس شفتوا الفرق في التعليم شفتوا الفرق يعني ايه قلبك ده ده كلمة قلبك هذه بتحمل كل هذه المعاني في داخلها انك فعلا 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 ومن ثم قادر يديك الشهادة ان تقول ان يسوع رب و اعطاك المحبة المسيح ومن ثم هذه المحبة هي التي ستثبتك في طاعة الوصية وليس الاوهام انك بقيت مؤمن وانك خلصت وانت لا بقيت مؤمن ولا خلصت لان الكلام مش معاني عاطفية لكنه لازم يتأسس على كلمة الانجيل كما شرحت الان في كل هذه الايات الجزء التاني من الكلام ان الامام بالخبر والخبر بكلمة الله ده كلام الانجيل اوه حتى دي كمان عندك تعليق عليها ايوه عندي تعليق عليها عندي تعليق عليها لانه الخبر بكلمة الله صح مية في المية ولكن ما هي كلمة الله هل مجرد انه جي واحد يحضر وعظة وقاعد يطلع من الفهرس الايات من الانجيل ويبقى كده بيتكلم بكلمة الله اسمع بقى كلام الرب يسوع المسيح عشان تعرف ما هي كلمة الله يقول ايه الرب يسوع الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة يبقى ما يبقاش الخدم ده بيتكلم بكلمة الله الا اذا كان الكلمة خرجة من فمه الله لما تبقى كلمة الله امتا لما تبقى روح وحياة بتحمل قوة الحياة بالروح القدس وازاي تحمل قوة الحياة بالروح القدس طب هي في حد ذاتها كلمة الله فيها قوة الحياة الامر متوقف على اللي حينطقها هل هو اداه وقناه سلسة في ايد الروح القدس عشان يوص الروح القدس ام انه العتامة والظلمة اللي جواه هتخيم على الكلمة وتطلع الكلمة ليس بقوة الحياة عشان كده قال بقى قديس كيروليس القرش جريمي وقلتلكم العبارة دي كتير قال النفس تخلص اولا بواسطة الكلمة يعني ايه بقى النفس تخلص او الروح يعني الانسانية بتكلم على روح الانسان تخلص يعني ايه ويعني ايه بواسطة الكلمة هه الاجابة هه لان الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة يقول الرسول بطرس لما ذهب الى بيت كيرنيليوس وكان متردد ما سبب التردد ان كيرنيليوس كان واسني وهم لسه فكرة الشريعة واليهود اه لم تبرح ازنهم فيقول ايه بقى فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا في البداء اهو اهو كلمة اهو كلمة اللائحة بتعمل ايه بتنقل قوة الحياة لفروح القدس فاول ما بتنيت اتكلم الكلمة فيها قوة الحياة بتنقل قوة الحياة فالحياة بتتنقل للسامعين حل الروح القدس عليهم كما علينا في البداء انا انا لا اريد ان اقلل من شأن احد ولكن لا اريد ان يصير تعليم الانجيل رخيصا وبخسا بما يليق بالعهد الجديد لانه هل من المعقول هل من المعقول ان تكون اول وصية في العهد الاديب تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ويكون العهد الجديد قلبك هنا المشاعر والعواطف وصدق وما تشكش وليس معناها ان تحب الرب يسوع من كل قلبك ومن كل فكرك هل يكون هذا تعليم مستقيم وحسب التقوى هو تعليم سهل وبيجمع ناس كتير لكنه بيضيع جوهر الانجيل جوهر العلاقة اللي تبتدي بها حياة الايمان اللي هي تحب الرب يسوع من كل قلبك وعشان كده ناس كتير بقوا مؤمنين وموحدين بالله وفشلوا فيه ان يعيشوا الحياة المسيحية ليه مهما ابتداش من تحب الرب يسوع من كل قلبك عشان فسروا كلمة قلبك بانها الانفعالات والمشاعر العاطفية انا قلبي بيحبك يا يسوع ولم يفسروا على ان تحب الرب يسوع من كل قلبك وهذا الحب اللي من كل قلبك يتبرهم بان تطيع الوصية وكذلك الامام بالخبر وخبر بكلمة الله هل هل يعقل ان يرخصوا كلمة الله لدرجة ان كل واحد فتح الانجيل وقال منه ايتين يبقى بيقول كلمة الله كلمة الله هي كلمة الله اللي قوة حياة المسيح وقوة حضور روح القدس بتخرج منها عشان كده الناس ما بتتغيرش عشان كده الناس ما بتتفكش عشان كده المؤمنين امبارح زي النهار ده زي بكرة زي بعده محلك سر لانه السر العظيم اللي فيه واحد قوة حضور روح القدس في كلمة الله بقى كلام الامام بالخبر والخبر بكلام مش بكلمة الله بقى بكلام اتنين ان تحب الرب يسوع من كل قلبك اللي هي بقلبك هذه كما شرحت الان فقد ضع سر الايمان وضع سر الانجيل وضع سر الحياة مع الله تحت هذه التفسيرات السطحية الغير دقيقة لكلمة الله واما نحن فقد تعلمنا الان الحق يعني ايه قلبك ويعني ايه محبة الله يعني ايه الايمان ويعني ايه كلمة الله ويعني ايه السر الفاعل في كل هذا وهو عمل روح القدس الذي يسكب فينا محبة الله والذي لن يعمل فينا الا اذا خضعنا لروح المحبة وعشان كده لو كان قلبك فيه بغضة او او جرح او كراهية ناحية اي واحد توقف عن الوعظ وفر وفر المنبر لحد تاني لانك لن تتكلم بروح الحياة مدام الحب عطلان فيك الحل ايه الحل انك بتقول ايه ابطل اوعظ لا انا انا بقولك بطل اوعظ لغاية متوب وتخرج كل ما هو ضد المحبة من قلبك سواء اكان كبرياء اكان ادانة اكان شكاية اكان جرح اكان بغضة اكان حقد اكان حسد اكان نميمة اكان مسك السيرة اكان الحكم على الكبير والصغير ان تخرج من قلبك كل ما هو ضد المحبة لان الروح القدس الذي هو روح المحبة لن يستريح في قلبك ولن يستخدمك الا بالخضوع للمحبة اشكر رب واشكر من اجل حسن الاستماع واما الان فلتكن محبة الله الاب ونعمة ابن الوحيد وشركة الروح القدس مع جميعكم في المسيح يسوع امين